دكتور صلاح اللمين دكتور صلاح اللمين افتضحوا كثير من الناس اللي كانوا متسترين بلباس السلفية ولباس السنة ولباس الدفاع عن المنهج فهذا الآن الدكتور صلاح اللمين محمد أحمد يشارك في المؤتمر الخامس لجماعة انصار السنة المحمدية المركز العام بقيادة اسماء العثمان يشارك معاهم بورقة قدمة والمؤتمر دا والجلسة دي مليئة بأهل البدع والزيغ والضلال أولهم شيوخ المركز العام لأنصار السنة دكتور اسماء العثمان وغير 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 من الإخوان المسلمين وتانيهم هيئة شؤون الأنصار موديل يعني من كبار المبتدع والضلال كما هو معروف عن من هجيم في هذه البلاد وهم صوفية وناس يعبدوا القبور زي ما قاعدين يتبركوا يتمسحوا بيقبت شيخ محمد أحمد المهدي الكبير والكلام عنهم معروف يعني ما يحتاج كلام كثير لكن الغريب والعجيب أن صلى حلمين كان بينكر مجالسة أهل البدع ويسرد آثار السلف الصالح ويزعم أنه يدافع عن المنهج السلفي وعن العقيدة وعن منهج أهل السنة والجماعة وكان ينهانا لما كنا طلبته وينهى غيرنا من طلبته من مجالسة هؤلاء الحزبيين وأهل البدع ويقول يا أخوان مسلمين عديل سبحان الله الآن ملموم مع هيئة شؤون الأنصار ودي الوسائق كله الآن تشوف بعينك أنه جالس في وسط هؤلاء الضلال وهؤلاء المبتدع وحكم هذه المشاركات مع أهل البدع والجلوس معهم واضح في الإسلام ومتفق عليه لا خلاف فيه لأنه السلف الصالح قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته فالحمد الله الآن يعني ظهرت ألفت صالح اللمين لهؤلاء وظهرت تناقض بتاعه العجيب وأنه كان بيحذر منهم تحذير شديد جدا وما عنده هم إلا هؤلاء في الغالب والآن بيقى معاهم يشارك معاهم وهو من البداية ليه أصلا خلاهم وطالع عمل جمعية الكتاب والسنة الخيرية ليه ليه خلا أنصار السنة ما كان مع أنصار السنة قالوا لأنه دي جابوا بدعوا وجابوا ضلالات والآن لمن أنصار السنة ضلوا زيادة وابتدعوا زيادة وكل إنسان حتى العوام عرفوا ضلالات وبدع وانحرافا صار السنة عن منهج أهل السنة والجماعة وعن المنهج السلفي مش يشارك معهم سبحان الله لكن لعلها والله أعلم يعني هي المصالح أو غير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف من أتلف وما تناكر من أختلف وقال أيضا العلماء لا يصحب البدعية إلا مثله والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسكي ونافخي الكير وقال أيضا العلماء استدلوا ونقلوا قول بعضهم عن المرء لا تسأل وأبصر قرينهم إن القرين بالمقارن يقتدي وذي كل الجمعيات والمنظمات التي تدعم هؤلاء صار السنة وتدعم أولئك جمعية الكتاب والسنة وتدعم هؤلاء وحدت بين هؤلاء بسبب الدعم الذي يأتي لأولئك وأولئك وهؤلاء وسبب الشروط التي يمليها أهل التحزب ومنظمات الإخوان المسلمين على هذه الجماعات التي كانت تزعم وتدعي السلفية دهرا من الزمان في بلاد السودان ونحن والله ما عندنا معا مشكلة شخصية لا معادا ولا معادا ولا معادا وإنما مشكلتنا معهم في الدين وإنه نزل خدع المسلمين في سنين طويلة جدا باسم المنهج السلفي والآن بدأ يتساقط وربنا يفضح فيهم واحد والآخر والحمد لله أولا وآخرة وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة